أنا أعيدك إنك إذا شاهدت هذا الدرس بالكامل لن يكون لديك مشكلة بعد الآن مع فعل تريير أن أحضر في اللغة الإسبانية فعل تريير في زمان الحاضر أن أحضر يتريجو أنا أحضر أنا أحضر الطعام أو يمكننا أن نقول أحضر لك الطعام أريد منكم أن تنظروا إلى الجدول على اليسار في الأخضر لك في اللغة الإسبانية هي ت كيف نقول أحضر لك الطعام؟ فكروا جيدا جاهزون؟ لنرى الإجابة أحضر لك الطعام أحضر لك الطعام مرة أخيرة أحضرت في الماضي أن أحضرت؟ ترخي ترخي يو ترخي يو ترخي أن أحضرت يو ترخي يو ترخي كاررها معي يو ترخي في الماضي أن أحضرت يو ترخي أحضرت الطعام؟ فكروا جيدا أحضرت أحضرت الطعام ترخي 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 لك ترخي لك ألفظوها معي؟ أريد منكم أن تتعودوا على لفظ الكلمات كما يلفظها الإسبان ترخي لك مرة أخيرة ترخي لك موي بيان أحسنتم أحضرت لك الطعام الآن أنتم سوف تعطوني الإجابة أيضا جاهزون؟ لنرى الإجابة ترخي لك ترخي ترخي لك ترخي لك ترخي لك ترخي ترخي لك ترخي لك ترخي لك مرة أخيرة ترخي لك الآن في المستقبل سأحضرت ترخي 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 لك ترخي لك ترخي لك لك ترخي لك لك ترخي لك ترخي لك مرة أخيرة ترخي لك ترخي لك ترخي ترخي لا ترخي تحضير المشروب لا ترخي مرة أخيرة لا كيف نقول تحضر لي المشروب من الثلاجة لي يمكنكم يمكنكم معرفة ماذا تعني يمكنكم معرفة ماذا تعني كلمة لي في اللغة الاسبانية في الجدول الاخضر على يساري على يساركم على يساركم لي هي ما كيف نقول تحضر لي المشروب من الثلاجة؟ أعطوني الإجابة كاريروها معي كاريروها معي مرة أخيرة أنت أحضرت في الماضي؟ كيف نقول أحضرت المشروب؟ أعطوني الإجابة كاريروها معي كيف نقول أحضرت لي المشروب من الثلاجة؟ أعطوني أنتم الإجابة شهيف من الثلاجة تعني أحضرت لي المشروب من الثلاجة؟ يقول كاريروها معي refinery أنت ستحضر في المستقبل كيف نقول ستحضر المشروب؟ جاهزون؟ لنرى الإجابة مرة أخيرة مرة أخيرة الآن كيف سنقول ستحضر لي المشروب من الثلاجة؟ فكروا جيداً مرة أخيراً مرة أخيراً كيف نقول هو يحضر أو يحضر الشاحن؟ كيف نقول هو يحضر لنا الشاحن؟ أو يحضر لنا الشاحن؟ كما نرى في الجدول على يسارينة لنا هي نص ودائماً نص تأتي قبل الفعل كيف نقول يحضر لنا الشاحن؟ جاهزون؟ نص تريه القرقAdore نص تريه القرقAdore يحضر لنا الشاحن نص تريه القرقAdore هو أحضر في الماضي كيف نقول هو أحضر الشاحن؟ أنتم سوف تعطوني الإجابة جاهزون؟ لنرى الإجابة أحضر الشاحن مرة أخيرة كيف نقول أحضر لنا الشاحن؟ أحسنتم أحضر الشاحن أحضر شاحن أحضر الشاحن أحضر الشاحن أحضر الشاحن كيف نقول في المستقبل مرة أخيرة كيف نقول أعطوني الإجابة أحسنتم سيحضر الشاحن كيف نقول سيحضر لنا الشاحن؟ نصطريرا الكارغدور نصطريرا الكارغدور كيف نقول نحضر؟ كيف نقول نحضر الفطائر؟ وليس نحضر نحضر هي فعل preparar هنا فعل traير نحضر أو نجلب نحضر الفطائر؟ نحضر الفطائر؟ كيف نقول نحضر لكم الفطائر؟ لكم في اللغة الإسبانية هي أس وأس دائما تأتي قبل الفعل الآن كيف نقول نحضر لكم الفطائر؟ فاكيرو جيدا؟ لنا الشاحن لنا الشاحن نحضر لكم الفطائر؟ نحضر لكم الفطائر؟ نحضر لنا الشاحن Os traemos las empanadas. مرأجيرا. Os traemos las empanadas. Muy bien, أحسنتم. الآن في المالدى. أحضرنا. Trajimos. 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 أحضرنا. في المالدى. Trajimos. 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 أحضرنا. كيف نقول أحضرنا الفطائر؟ أعطوني أنتم الإجابة. أحضرنا الفطائر. أحسنتم. Trajimos las empanadas. Trajimos las empanadas. أريد منكم اللفظ الكلمات كما يلفظها الإسبان. Trajimos las empanadas. Trajimos las empanadas. trajimos las empanadas. كيف نقول أحضرنا لكم الفطائر؟ Os trajimos las empanadas. Os trajimos las empanadas. أحضرنا لكم الفطائر. Os. de إمان تأتي قبل الفعل. Os trajimos las empanadas. Os. Trajimos las empanadas. Os. Trajimos las empanadas. أحضرنا لكم الفطائر. أحضرنا لكم الفطائر. Os. Trajimos las empanadas. Muy bien. أحضرنا. سنحضرنا للمستقبل. Trajaremos. 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 سنحضرنا. Trajaremos. 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 سنحضرنا. كيف نقول سنحضرنا لكم الفطائر؟ سنحضرنا لكم الفطائر. سنحضرنا لكم الفطائر. Trajaremos. 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 سنحضرنا لكم الفطائر. Trajaremos. 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 مرة أخيرة سنحضر الفطائر كيف نقول سنحضر لكم الفطائر؟ أعطوني أنتم الإجابة أريد منكم لفظ الكلمات كما يلفزها الإسبان باللهجة الإسبانية الصحيحة تمرنوا معي أعطوني أنتم تحضرون في زمان الحضر كيف نقول تحضرون الماء؟ ملاحظة صغيرة هنا نقول الأقوى وليس لأقوى حتى لو كلمة أقوى هي مؤنثة لكننا نقول الأقوى وليس لأقوى هي خارجة عن القاعدة هنا في اللغة الإسبانية تحضرون لهم الماء أو تحضرون لهم الماء لهم هي لس ولس تأتي قبل الفعل لذلك سوف نقول لس تريس الأقوى أحسنتم لس تريس الأقوى لس تريس الأقوى تحضرون لهم الماء لس تريس الأقوى لس تريس الأقوى لس تريس الأقوى لس تريس الأقوى تحضرون لهم الماء لس تريس الأقوى مرة أخيرة لس تريس الأقوى موي بيان أحسنتم كيف نقول الآن في الماضي أحضرتم أنتم أحضرتم بسوتروس ترخيستيس أو ترخيستيس أحضرتم ترخيستيس 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 أحضرتم ترخيستيس يكررواها معي ترخيستيس الآن أحضرتم الماء ترخيستيس الأقوى أحضرتم الماء كيف نقول أحضرتم لهم الماء تفكروا جيدا جاهزون لنرى الإجابة كاررها معي كيف نقول في المستقبل الآن كيف نقول ستحضرون الماء أو ستجلبون الماء ستجلبون الماء كيف نقول ستحضرون لهم الماء فكروا جيدا أحسنتم أيوس تراين أو أيس تراين أيوس تراين المذكر أيس تراين المؤنث أيوس تراين هم يحضرون تراين كاررها معي تراين مرة أخيرة تراين الآن يحضرون الفحم أو يجلبون الفحم تراين الكربون الفحم في اللغة الإسبانية يعني الكربون الكربون تراين الكربون يحضرون الفحم كيف نقول يحضرون لنا الفحم فكروا جيدا لنا هي نوس ودائما تأتي قبل الفحم أحسنتم نوس تراين الكربون نوس تراين الكربون نوس تراين الكربون نوس تراين الكربون مرة أخيرة نوس تراين الكربون موي بيان أحسنتم الآن في الماضي أحضروا هم أحضروا كيف نقول أحضروا الفحم؟ أعطوني الإجابة أحسنتم أحضروا الفحم كيف نقول أحضروا لنا الفحم؟ فكروا جيداً لنا هي نص ودائماً تأتي قبل الفعل أحضروا لنا الفحم؟ جاهزون؟ لنرى الإجابة أحضروا لنا الفحم نص تراخيرون الكربون نص تراخيرون الكربون نص تراخيرون الكربون أحضروا لنا الفحم نص تراخيرون الكربون الآن في المستقبل سيحضرون أو سيحضرون أو سيحضرون كيف نقول سيحضرون الفحم؟ أعطوني الإجابة؟ أحسنتم تراخيرون الكربون سيحضرون الفحم في المستقبل تراخيرون الكربون كيف نقول سيحضرون لنا الفحم؟ فكروا جيداً لنا هي نص وسيحضرون لنا الفحم هي أحسنتم نص تريرون الكربون 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 مرة أخيرة نص تريرون الكربون أما الآن أريد منكم أن تشتركوا بالقناة وأن تضغطوا على زر الجرس وأن تضغطوا على زر الأعجاب أيضاً أن تشاهدوا هذا الدرس عدة مرة لأن فعل ترير في اللغة الإسبانية هو من الأفعال الأساسية في اللغة الإسبانية كذلك أريد منكم أن تشاهدوا هذه الدروس الموجودة على يساري أما الآن أقول لكم Hasta luego اشتركوا في القناة